بعد قرار تجيل اجتماعها الوزاري لتحالف أوبيك بلس أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبيك أن اجتماعها المقبل والمقرر عقده في نهاية الشهر الجاري سيكون افتراضيا وليس حضوريا كما كان مقررا في السابق إلى تفاصيل أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبيك أن اجتماعها الوزاري السادس والثلاثين لتحالف أوبيك بلس المقرر عقدها في الثلاثين من نوفمبر الجاري سيكون افتراضيا وليس حضوريا كما كان مقررا في السابق وذكرت المنظمة أن عقد الاجتماعات افتراضيا لن يغير من أهميتها بشيء مشيرة إلى أن دول تحالف أوبكبلس أثبتت حرصها على استقرار سوق النفط العالمية وساهمت في بقاء الأسعار عند مستويات مقبولة للمنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي حيث شهدت أسعار النفط تراجعا منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف في الدول المستهلكة الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وكذلك في أوروبا وذلك وسط مخاوف من احتمال تعطو الأمدادات الخام من الشرق الأوسط بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة